لاقي حملة شرسة وجماعية ومتزامنة ضد العبد الفقير إلى الله و أنا باتحك و لاقي زميلي عملين يبعتولي بشكل كبير جدا يقولوا ايه اللي بيحصل يا عمي في ايه كل البرامج وكل المنصات وكل الحسابات كلهم ما عندهمش شغلانة غيرك فقلت والله ده فضل ونعمة ليه؟ خير وبركة ليه؟ لأنه على الأقل على الأقل اللي ما بيشتموني وبيقولي الكلم ويقلفه وغيره أهم أنا باخد في سدر شوية شتايم لأنه البديل هيقعد يشتم في أي مشروع في أي مصر مش ده موضوعي لكن إزاي كلهم مع بعض في قطة واحد فكرة إنه هم غنم أو فكرة إنه هم خرفان أو كلمة إنه فيه واحد بيحركهم بكلمة ده قدامي واقع قدامي ملموس قلت عرضوا لحضراتكم وتشاركوني الموضوع معي يعني خلين شوية صورة شوفوا الناس المنظرين بتوع أهل الشر كلهم مستهدفين لعبد إطفر هذا أول واحد ده الأخ جو بيقول كيف تغير لون جلدك مثل الحرباء في أقل من دقيقة وجايب الموضوع اللي كلمت بما حضراتكم في مبارح وهعيده تاني معاكم النهاردة يعني الأخ جو جاب الكلام اللي أنا قلته واقتطع منه واكتزأ منه وقص ولزأ وفي الآخر بمنتهى البجاحة وبمنتهى الوقاحة اللي هي بالمناسبة عادي يعني مش فارق معاها كتير على الإطلاق وياما بقت عرص طبول وبيقول كيف تغير لون جلدك مثل الحرباء في أقل من دقيقة غيره يا ابني غيره غيره قنا نشوف غيره ويطلع الكائن الرخ وعدين الرجولة أيمن نور يقول بدون تعليق وجايب الصورة متحد صالح جزء من المسرحية وسعيد صالح وبيقول الشغلانة دي محتاجة ليونة الرجل اللين أيمن نور الرخ وأيمن نور اللي عمره ما كان راجل ولن يكون راجل وأنا يعني ظني أنه بيتكلم عن نفسه جايب الموضوع برضو بيحتافل به وجايب الفيديو وبعدين الأخت بتاعت جهاد النكاح فاكرين غدع ويس بتاعت جهاد خلت نفس الصورة بتاعت سيد صالح وبتقول لبضحك هذا المخلوق علي طبعا أو للتقيق حسب مزاككم ومعدل تحملكم لهذا الهراء متشكرين يا أنسة أنسة لا أنسة مش مشكلة أنسة غيره يلا جهاد نكاح جهاد نكاح غيره يا ابني وبعدين جاء محمد الرخيص الدكتور محمد الرخيص بيقول نشأة ديهي في أسرع بن قسين في التاريخ أنا طبعا فاهم بيقول إيه لكن بقولك يا رجل يا مهزأ يا شيخ يا مهزأ يا رجل يا رخيص عليك ألا تسير كالغنم لكن انت واحد من هؤلاء الخرفان تخيل معا يكون آدي جو وآدي أيمن نور وآدي غاد عويس ومحمد الصغير مين تاني يا ابن عندك فراسة أبو هلال رئيس تحرير عربي 21 هذا الحقير بيقول الغريب في أبواق إعلام السلطة في الدول العربية الاستبدادية أنها تظن أن المواطن الأمريكي يتابعها يقال إن نقد نشأة الده لبايدن هو ما سبب خسارته فيه في الوردة دم أمك خفيف طبعا جاي بالصورة بتاعة أيمن نور ويشغال غير يا ابني غير يا حبيب وجاي رجل أحمد البقري بيقول الإعلام المصري قبل فوز بايدن عنده زهايمر وخرف وبعد فوزه رجل حكيم وقائد عظيم وأفضل من ترامب المتكبر متعجر يبقى الحملة المنصوبة على العبد لله وده شرف عظيم لي بالتأكيد هذه الحملة اللي خلت كلهم يكتبوا أساسها كان الفيديو اللي عملوا وقام به أص ولز واكتزاء السيد المدعو يوسف حسين في قناة العربي المملوكة لعزم بشارة عضو الكنيسة الإسرائيلي وأنا فخر لي لو دول في يوم من الأيام مدحوا فيا أو أشادوا بأدائي بالتأكيد سأكون في مراجعة مع نفسي لأن بالتأكيد هكون غلط دول لما يشيدوا بحد اعرف أنه مصيبة دول لما يشتموني أعرف الحمد لله أنا على الطريق السحين ترجمة نانسي قنقر